السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الوجه المشرق سميت أطول صورة في القرآن الكريم سورة البقرة وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الصورة أحداث تلك القصة التي بدأت بالقتل وانتهت بالإحياء وتخلل ذلك أحداث مثيرة ووقائع خارقة للعادة ويعتبر من أبدع القصص القرآنية ففيها الكثير من العبر والعيضة والإثارة والمتعة فهيا لنتعرف عليها ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل الشراك بالقناة والتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد ما هي القصة بالتفصيل في أول صورة في القرآن الكريم بعد الفاتحة صورة البقرة لماذا سميت بهذا الاسم لأن قصة بقرة كانت أهم حدث فيها قال السدي كان رجل من بني إسرائيل ثري وعنده مال كثير وكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج فطلب ابن أخيه خطبة ابنته فأبى أن يزوجه إيها فغضب الفتى وقال والله لأقتل النعمي ولا أخذ النماله ولا أنكحن ابنته ثم أطلب ديته وجاء الفتى عمه فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء تجار صبت بني إسرائيل لعلي أن أصيب منها فإنهما إذا رأوك معي أعطوني فخرج معه ليلا فلما بلغ الشيخ ذلك الصبت قتله الفتى ثم رجع إلى أهله فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه وكأنه لا يدري أين هو فلم يجده فانطلق نحوه فإذا بذلك الصبت مجتمعين حول القتيل فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلى يديته فجعل يبكي ويحث الطرابة على رأسه وينادي واه عمه فتحاكموا إلى نبي الله موسى عليه السلام فقدى عليهم بالدية فقالوا له يا نبي الله ادعوا لنا ربك حتى يبين لنا من قتل هذا الرجل فوالله إلى ديته علينا لهينا ولكن نستحي أن نعير به فذلك حين يقول الله تعالى وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقال لهم موسى إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة قالوا نسألك عن القتيل وعن من قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ابن عباس فلو اعتارضوا بقرة فذبحوها لأجزأ عنهم ولكن شددوا وتعنتوا على موسى فشد الله عليهم فقالوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك الفارد هو الهرمة التي لا تلد والبكر التي لم تلد إلا ولدا وحدا والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها فافعلوا ما تمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أي نقي لونها تعجب الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ووجدوا هذه المواصفات التي وصفها سيدنا موسى عليه السلام في بقرة لغلام في بني إسرائيل كان من أبر الناس بأمه وكان يتيما فأرادوا أن يشتروها منه فأبى فاشتروها بوزنها ذهبا وهنا اختلفت الروايات في هذه القصة ولكن في النهاية ذبحوها وما كادوا يفعلون قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أي بعد ذبحها قال ضربوا بعضها ببعض فانطلق الله بإذنه القتيلة وقال قتل نبل أخي وهذه آية من عند الله ثم يقول الله تعالى مخبرا عن طبيعة بني إسرائيل ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون يقول الله تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهده من آيات الله وإحيائه الموتى ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا فهي في قصوتها كالحجارة التي لا علاج لها لتلين أو أشد قصوة من الحجارة لا تلين أبدا فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جارية ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله كما قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون رواها ابن أبي حاتم الطبري عن عبيدة السلباني قال كان في بني إسرائيل رجل عقيم قال فقتله وليه ثم احتملته فألقاه في صبت غير صبته قال فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا سلاح قال فقال أولو النهى أتقتلون وفيكم رسول الله قال فأتوا نبي الله فقال اذبحوا بقرة فقال أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادعو لنا ربك يوين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة إلى قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون قال فضرب فأخبرهم بقاتله قال ولم تأخذ البقرة إلا بوزنها ذهبا قال ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم فلم يورث قاتل بعد ذلك والله أعلى وأعلم في نهاية الفيديو إذا شاهدتموه لا تنسوا أن تقولوا سبحان الله والاشتراك بالقناة السلام عليكم شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين